اشتركوا في القناة قبل ان نعود الى الحديث عن المعتقدات الفيدية وفكرة البدأ عند الفيديين كما وعدتكم في الفيديو السابق اذكر لكم قصة الرجل الغنوسي المتستر بالصوفية الذي تعرفت عليه في جنوب المغرب قرب مدينة تارودان جهة اجادير ولقد تعرفت عليه عن طريق رعاة غنم يأتونه بالاكل وهو يعيش في بيت متواضع في جبل على اساس انه راهبا صوفيا وذلك سنة 1994 ولقد كنت ازوره كثير وهو يتجاوز تقريبا المئة سنة وكان في صحة جيدة رغم طول العمر لقد تعلمت منه الكثير من المعارف وكان يتكلم جيدا الامازيغية والعربية والفرنسية والاسبانية بطلاقة ولكن انعزل عن العالم منذ مدة طويلة في تلك المنطقة البعيدة كل البعد على المدنية لكي يفكر وكما نقول يتأمل ولقد تعلمت منه كثير من العلوم منها طبعا علوم السحر الذي كان متمكن منها جيدا وطبعا عدة قصص منها القصة اللي بش نحاولو بش نحكيوها طول القصة كلم حول كيف ظهر الانسان على الارض صحيح هو هذا الشخص يعني يخلط بين المعتقدات الدينية والمعتقدات اللي تعلمها في حياته لان حسب قوله انه سافر كثير في افريقيا وخاصة نحو جنوب افريقيا ومدى غشقر وزر القمر وذهب الى السودان وعادة مناطق وجمع كل هذه المعلومات وهو يعني عند وجهة نظر خاصة به يعتبر ان الانسان ابن الارض يعني هو يعطي تفسير عندما يقول وخلقنا ادم من تراب بالنسبة ليه ادم هو ليس شخص وانما يتكلم على الانسانية بصفة عامة واللي هي ظهرت من الارض وان كل شيء فوق الارض ظهر من الارض ونبت من الارض كما ينبت عن نبات المهم القصة هذه يعني ما تاخدهاش معنتها مأخذ حرفي وانما كما تعودنا يمكن ان تلهمكم بعض الافكار وخاصة انا بعد لتعرفت على هذه القصة يعني في البحوثات التائع العلمية والافتشافات العلمية الحديثة وجدت كثير من الاشياء نوعا ما منطقية وتنطبق على ما ذكره هذا الرجل الكبير في السن ويبقى العلم والمستقبل هو الذي يؤكد لنا ما هو صحيح في هذه القصة وما هو غير صحيح لان يبقى العلم والمعرفة هو الفاصل الوحيد بالنسبة لي افريقيا ظلمت كثير وسرقت ونهبت فكريا وماديا من طرف كل العالم ولم يعطى لها اي اعتبار وان الدورة على حسب هو مع انتقوله سوف تعود في الاخير لاثريقيا واعادة مكانتها الحقيقية بين القارات والامم والشعوب لان هذه القارة كانت منبع وبداية الانسان والمعتقد في العالم وتمت سارقة كل افكارها وحتى ثرواتها عبر كل التاريخ وتم استعباد شعوبها ولم يتم الاعتراض الا بمنطقة واحدة من افريقيا وهي الحضارة الفرعونية التي تعتبر خلاصة الحضارة الافريقية المنسية اذا ما نطولش عليكم نحاولوا بش نعرفوا القصة ثم نطرح وجهة نظرنا في الموضوع اذا الظلم الذي وقع على القارة الافريقية لا يمكن ان نتصوره والاهداف انتاعوا كثيرة منها سياسية منها اقتصادية ومنها عنصورية من اجل استعباد شعوبها غير قبل 200 سنة برك اوروبا لم تكن تعترف بافريقيا اصلا وتعتبرهم حيوانات ولم تعترف باي حضارة قامت في افريقيا وكانت تعرض الافارقة في حدائق الحيوانات وتخذهم عبيد وتقوم عليهم بالتجارب اللي تحب عليها هي كأنهم مجرد حيوانات والحضارة الوحيدة التي اعترف بها الغرب او اوروبا في ذلك الوقت هي الحضارة الفرعونية لانها تركت ادلة دامغة لا يمكن انكارها اما الحضارة الامازيغية والحضارة النوبية والحضارات الافريقية الاخرى المتعددة في كل ارجاء افريقيا لم يتم التطرق اليهم اصلا بل اعتبروهم غير موجودين علاش على خاطر التطرق لهذه الحضارات مثلا الحضارة النوبية والامازيغية يقلل من شأن الحضارة الفرعونية اللي ظهرت نتيجة الحضارة النوبية والحضارة الامازيغية كما ذلك يقلل من شأن اوروبا وطبعا هناك حضارات اخرى ظهرت في افريقيا لم يتم ذكرهم لان كل ما هي معارف موجودة في اوروبا وفي اسيا وفي العالم الكل الان تعود الى الاصل الافريقي والاعتراف بالحضارة الافريقية يعني بالنسبة ليهم يعطيوا قيمة للاصل اذا ماذا بهم يسكتوا عن هذه الحضارة ولكن الادلة الادلة الدامغة التي تظهر يوم بعد يوم الذي تدل على ان هناك حضارات كبيرة قامت في شمال افريقيا قبل الحضارة المصرية منها الحضارة النوبية والحضارة الامازيغية والشيخ اللي كان يحكي لي كان يقول لي ان كل شيء ظاهر في الطبيعة لانه هو كما قلتلكم صوفي في الظاهر ولكن هو ونوسي يؤمن بان الكون له وعي وان الكون يترك امارات وعلامات تدل على ما وقع لان كل شيء يقع يتسجل في الذاكرة الكونية هذا طبعا المعتقدة بتاعه انا وقتا نحكي روهوني في الفيديوهات هذه ليس بالضرورة كل ما نقوله ونحكيه عن المعتقدات اني نعمل بهم انا عندي وجهة نظر خاصة بالنسبة لي ولكن انا نطرحلكم الفكرة والمعتقد كما هو وانتو ما زادا كيف كيف كونوا نرواحكم فكرة خاصة بكم على حسب تجربتكم وعلى حسب معرفتكم عد كان الشيخ هذا يقول لي والدليل على ان افريقيا هي منبع كل الحضارات اللي موجودة في العالم اليوم هو انه وقتا نغزروا الافريقيا انشوفوها سوداء وشعرها ابيرض يعني من لوطة سوداء ومن الفوق بيضاء اذا هذا يدل على انها شيخ كبير تريد ان تقول لنا راني انا اقديمة ياسر طبعا هذه قصته هو يعني كيفاش معنتها يشوف الاشياء لانه هو كما قلت لكم يتأمل يتأمل في كل شيء هذهك هو معنت الفكر الغنوصي هو التأمل وهذا هو المعتقد الافريقي الافريقي او ما يسمى بالتوتام والديانات الاولى كانت تنظر وتقرأ في الطبيعة فانت كما مثلا التشاؤم وغيرها هي من المعتقدات القديمة الانسانية اللي ظهرت في افريقيا وهذا الشيخ صحيح هو كان ضد العلم والمعرفة يعني هو بالنسبة لي المعتقد انته هو صحيح والعلم ما يعتمدش عليه لانه يقول العلم تو يجي نهار ويكتشف الحقيقة اللي انا نومن بها بينما انا لا اتفق معاه في هذه الفكرة طبعا لان العلم صحيح ان العلم يتطور ولكن العلم هو الفاصل الوحيد في المعرفة وان لم يكن كامل يجي نهار وكل مرة يوضحنا حقائق وهو ينجم يفصل من بين الخرافة والاسطورة والحقيقة هذا الشيخ كان يقول ان كل شيء واضح والانسان هو ليعقد الامور وكثرة المعرفة تتركنا نهتم بالشكليات والامور المعقدة وننسى ما هو واضح وبين وصحيح هذاك عليش هو بالنسبة ليه ان كثرة العلم يمنع الانسان من العيش فيقول مثلا انا نتنفس الهواء ونتمتع به اما كنجي نعرف شنوه باش متكون الهواء وكيفاش متكون الهواء نولي نتلهاب التكوينة منتع الهواء وننسى باش نتنفس الهواء النقي هذه هي وجهة نظره طبعا وتبقى المثلة طبعا لكل انسان حر ان يعترف او يتخذ المعرفة والعلم وحده وينكر الخرافات او الاساطير او الروايات المنقولة او يأخذ له ايمان يميل الى تصوره او الاحساس بتاعه يكون مناسب لي او يجمع بين الاثنين وهذا مختر انا يعني انا مذابية معتا نجمع من بين الاثنين في المعرفة متاعي وفي المعتقد متاعي يعني الحاجات اللي يجزم فيهم العلم ما عادش نحكي فيهم وتيقول العلم ان الارض فمت مدورة خلاص ما عادش نجي نحكي على حاجة اخرى ولكن فما حاجات ما زال العلم يبحث فيهم اذا النجم ناخذ الاشياء المؤكدة والباقي النجم نخليه مجرد معتقد حتى يجزم العلم لان العلم يعتبر هو الفاصل والحكم رغم انه يتطور ياسر هذه وعندها وجهة نظري ولكن كل انسان حر ان يأخذ المعرفة بالطريقة اللي يشوفها هو بالنسبة لهذا الشيخ القواعد العالمية التي وضعها الانسان هي قواعد تقوم على العنصرية والاحتكار والاستغلال حيث قال ان تحديد الحضارة بالمدنية هو خطأ من الاساس لان الحضارة اشمل من المدنية والعمران يمكن للانسان ان يكون في منطقة ليس فيها مدنية مثل الصحاري او الجبال او الغابات ويعيش انسان متحضر لان الحضارة ليس مادية فقط هذا من جهة ومن جهة اخرى تحديد بداية التاريخ بالكتابة وهو الظلم لكل الحضارات الغير كتابية التي عرفها الانسان مع ان تقبل الكتابة ولم تكتب او لم تترك اعثاره ولكن اعثارها في ذاكرة البشر نفسها وفي الكون نفسه بل تعتبر كل هذه الحضارات اللي موجودة الان نتيجة الحضارة النقلية او ما يسمى بالشفاهية اللي موجودة قبل هذه الحضارة الكتابية بالنسبة لي هو ان الحضارات اليوم هي نتيجة حضارات اخرى سبقتها انتهت وانصهرت في هذه الحضارات الجديدة التي حددها الانسان المعاصر اذا يجب ان نبحث في الاسطورة وفي الامثلة الشعبية وفي كلام الكبار السن وفي الطبيعة وفي المولوف الكلامي وخاصة بالنسبة لي الاحساس الانساني اللي في دخلنا لكي نفهم ان الانسان عرف الحضارة من الاول وان انواع الحضارات كثيرة جدا والانسان جرب كثير من الحضارات وعاش كثير من التجارب المريرة جدا اوصلت الى ما هو عليه الان فكل ما وصل اليه الانسان الان هو تراث موروث حسب رأيه جينيا ومعرفيا واتفق معه في هذه الفكرة وهي بالنسبة لي اكثر منطقية اذا كما قلت لكم هذا الشيخ يعني يتأمل يتأمل في الكون يتأمل في كل ما هو حوله وعنده طبعا ما عرفه ودرس وعرف يعني مدة يعني كما قلت لكم عمره اكثر من مئة سنة وتنقل في افريقيا وعرف في اسر حاجات ووليت عنده كما نقوله وجهة نظر خاصة به اذا من هذا الشيخ كان يقول ان اصل الانسان اسود مثل اصل الكون الظلام يقول ليس بالصدفة انه يكون اصل الانسان اسود بل هي كما نقول لغة الكون او لغة وعي الوجود لكي يقول لنا ان نراه النور انبثق من الظلام والانسان الابيض انبثق من الانسان الاسود ومن هنا نبدأ القصة اللي حكيها لي اللي هي تحكي في الحقيقة على بداية الانسان ولكن لو نعمل موازنة بناتها نلقاوها تحكي ايضا على بداية الوجود المادل قبل ان نذكر القصة يجب ان نعمل مقدمة قصيرة عن الفكر الباطني الغنوسي لفهم بصفة عامة الموضوع يقول الفكر الغنوسي ان الكون لم يكن شيء مذكور مثل اي شيء في الكون اي انه ليس له خصوصية خاصة به الاشياء كانت في العدم ليس لها اي قيمة لانه كان بلا وعي ظاهر لانه كان بلا وعي في العدم المظلم بطاقة محايدة تحمل في داخلها الطاقة السلبية والإيجابية متحدة قبل ظهورها طبعا فوقع ما يسمى بفتق في العدم بإرادة بدائية بسيطة داخلية اظهر ما نسميه الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية في نفس الوقت اي الوعي السلبي الذي يريد العودة إلى العدم وهو الظلام او الاسود والوعي الإيجابي الذي يريد البقاء في الوجود وهو يمثل النور او الابيض ومن هنا بدأ الصراع من أجل البقاء او الفناء وما الفناء إلا وجود عدمي والبقاء عدم وجودي نظن يعني الفكرة واضحة يعني ما هيش معقدة ياسر حاول بشلخصها بأكثر بساطة ممكنة يعني هذا هو الفكر الغنوسي يعتبر العدم هو أصل الوجود ويعتبر العدم هو نوع من الوجود المحايد بينما هذا الوجود هو خليط من ضدين ما يسمى بالسلبي والإيجابي هذه ما عندها الفكرة وهنا الفكر الغنوسي يعني يقول كل ما هو موجود الآن في عالم الوجود اللي احنا سميه عالم الوجود كان موجود في عالم العدم يعني ما فماش حاجة جديدة يعني بالنسبة للفكر الغنوسي كل شيء هو يعتبر أزلي وموجود من الأصل يعني لا يمكن أن يظهر شيء في عالم الوجود المادي لم يكن موجود في عالم العدم طبعا هنا أتكلم على الوجود الطبيعي أما ما يسمى بالاختراعات والاكتشافات الإنسانية فهي بدورها ليس موجودة فعليا في عالم العدم كأشياء ولكن موجودة في وعي الإنسان يعني فكر داخل فكر داخل فكر هذه هي معنات المسألة المهمة اللي لازلنا ننتبه لها إذن الطاقة السلبية التي ظهرت مع الطاقة الإيجابية كل واحد يمثل حاجة الطاقة السلبية هي تمثل ما نطلق عليه باللوح أو الورق أو المكان الذي بدوره انقسم إلى مادة صلبة ومادة سائلة التي أعطى ما يسمى بالطراب أو بالحجر وبالمال أما الطاقة الإيجابية هي تمثل القلم والحركة والزمان الذي بدورها انقسمت إلى مادة أثيرية النار والهواء وهنا ظهر بداية الوعي الكوني على حسب العناصر الأربعة ما يسمى الوعي الناري والوعي الهوائي والوعي المائي والوعي التراب بش نزيد اللخصها المسألة أكثر وتفهموها بأمور عددية نقول العدم هو يمثل عبارة على السفر السفر هو يمثل العدم فهذا السفر أظهر الواحد السلبي التي هي الطاقة السلبية والواحد الإيجابي التي هي الطاقة الإيجابية يعني السفر ثم واحد سلبي واحد إيجابي في نفس الوقت الواحد السلبي والإيجابي كانوا متحدين مع بعضهم في السفر فعندما انشق السفر ظهر الواحد السلبي والواحد الإيجابي في نفس الوقت ومن الواحد السلبي ظهر الاثنين الاثنين المادة والماء ومن الواحد الإيجابي ظهر الاثنين النار والهواء هذا هو تقريبا المفهوم الذي ينطلق منه يعني هذا الكل يدخل في عالم الوجود يعني عالم الوجود هذا اللي نشوفه فيه هو سلبي وإيجابي في نفس الوقت أكتفي بهذا القدر لأن الأمر معقد نوعا ما أما أخذته فكرة كيفاش الفكر الغنوصي الباطنين يرى الأمور طبعا أنا أتكلم على الفكر الغنوصي المنقول معناتها شفاهيا لأن كثير من الأديان سرقت هذا الفكر وأقلمته على حسب المعتقد متاحا سوى المسيحي سوى اليهودي سوى غيره من الديانات ومنها الإسلام طبعا لازمني صدا نقول مقدمة قصيرة قبل أن أتكلم عن الإنسان تقول الرواية الشفاهية أن الأرض كلها كانت جمرة نار هنا نرجع الفكرة الطاقة جمرة نار وأخذت تبرد بالهواء والحركة يعني كانت جمرة نار وبقات تدور 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 مع الهواء وبدأت تبرد بالشوية بالشوية ثم أظهرت السخر ما يسمى بالطراب ظهرت الصخرة الأرضية يعني الأرض وليت عبارة على صخرة كبيرة ما نعناش لا إفريقيا لا آسيا لا أوروبا لا حتى كلها قطعة واحدة ثم مع برودة الأرض ظهر الماء نتيجة طبعا برودة الأرض وتبدل المناخ في الأرض ففرقت هذه الصخرة وحركتها فبقت إفريقيا في مكانها وانتقلت القارات الأخرى ابتعدوا عنها أوروبا ابتعدت عنها أمريكا ابتعدت عنها أستراليا ابتعدت عنها آسيا ابتعدت عنها وظهر ما يسمى بالمحيط إذن إفريقيا هي القطعة من الأرض الوحيدة التي لم تتحرك نوعا ما ولم تتنقل فهي بقت في مكانها وبعد حسب ما أنت المعتقد الغنوصي أن كل شيء كل عنصر عنده وعي ولكن يختلف من وعي الوعي فهو يرى أن المادة بعناصرها الأربعة هي تعتبر نوع من الوعي كما قلت لكم وعي النار وعي الهواء وعي الماء وعي الترابة هذه حاجة ثم بعد ما قوى ما يسمى وعي المادة بعناصره الأربعة ظهر ما يسمى النبات أو الوعي النباتي على جميع أنواع هنا ننتبه لمسألة مهمة في الفكر الغنوصي ليس هناك كلمة خلق ولا تطور وإنما يتكلمون على ظهور أي عبارة عن أشياء موجودة في الأصل وأخذت تظهر الواحدة تلو الأخرى يعني هنا ما فهماش صدفة ما فهماش تطور ما فهماش خلق وهذا الظهور يقع من الداخل نضرب لكم مثال على المسألة هذه كما يكون عندنا صندوق في صندوق في صندوق في صندوق في صندوق إلى لا نهاية ونبدأ بإخراج هذه السنديق الواحدة تلو الأخر وهذا الإخراج لا يكون بيد خارجية وإنما بوعي داخلي من السنديق أنفسها أو بالأحرى كل السنديق تشارك في إخراج بعضها يعني هناك تعاون مشترك تفاعل مشترك يدي إلى خروج السنديق إذن هنا يحصل ظهور ليس هناك شيء نطلق عليه خلق ولا تطور ولا صدفة وليس هناك شيء يمكن أن يتسرط لوحده بل تفاعل جماعي إذن بعد وعي المادة التي بعناصرها الأربعة ظهر ما يسمى وعي النبات الذي هو أكثر وعي من الوعي المادي ثم ظهر الحيوان أو الوعي الحيواني الذي هو أكثر تطور وأكثر وعي من الوعي النباتي وأخيرا من الحيوان ظهر الوعي الإنساني هنا لو نقارن بين المادة والنبات والإنسان نجد أن الإنسان يمثل النار والعقل الحيوان يمثل الهواء والروح النبات يمثل الماء والنفس الجماد يمثل الطراب والجسم طبعا هنا حسب التفكير الغنوصي كل عنصر يحتوي على كل العناصر يعني منجوش نقوله الإنسان عقل فقط أو الحيوان روح فقط أو النبات نفس فقط أو الجماد جسم فقط لا الإنسان يحتوي على الأربع عناصر يحتوي على العقل والروح والنفس والجسم الحيوان نفس الشيء النبات نفس الشيء الجماد نفس الشيء الفرق أن الطاغي أو الغالب هو عند الإنسان العقل عند الحيوان الروح الذي تمثل زداء الهواء والحركة وعند النبات الطاغي هو ما يسمى بالماء والنفس والجماد الطاغي هو التراب والجسم وهنا نلاحظ أن عندما يكون التراب هو الطاغي يكون الماء أو ما يسمى النفس والروح والعقل أقلي ونفس الشيء بالنسبة للإنسان بالنسبة للإنسان يعتبر على حسب التفكير الغنوصي الإنسان هو الغالب عليه العقل فهو عقل حي متحرك هوائي روحي واعي بجسم مادي لهذا يعتبر الفكر الغنوصي أن الإنسان هو خلاصة وعي الكون كله ويعتبر أن الإنسان هو أعلى مرتبة وعي هنا حبيت أن نقول ثلاثة حاجة الحاجة أولى تقسيم العدم إلى واحد وإيجابي وبطريقة داخلية هو نفسه اللي نشوفوه مثلا في الخالية عندما تنقسم إلى خليتين يعني في الحقيقة الفكر الغنوصي يقول لك الذي حصل في الأزل يحصل الفكر الغنوصي يقول الذي حصل في الأزل يحصل الآن نفسه قدام عيننا يعني بيش تفهم الخلية ما هيش محتاجة لشكون واحد من خارج هو اللي قسمها على زوز أو حتى للموليكول ولا الفوتون ولا الليزاتوم ولا غيرهم يعني ينقسموا من الداخل يعني المثلة داخلية هذه نقطة حابيتم قولها النقطة الثانية اللي حابيتم قولها إن الحضارة الغربية اللي توا موجودة مستفيدة من هذا العلم ومطلعة على هذا العلم من أهم الأفكار اللي موجودة في الغنوصية إن لا وجود لفكرة الواحد وإن أي فكر واحد هو فكر مدمر لهذا هم آمنوا بالتنوع بالديمقراطية ما يسميها بين قوسين أو الحرية يعني ما فهماش حاجة هي لمسيطرة الدكتاتورية تدمر وهذا ما تتحدثون عنه في فيديوهات قادمة عند مظهر ما يسمى بالفكر الإمبريالي الذي يريد أن يسيطر على العالم أما النقطة الثالثة اللي حابيتم قولها إن غير مهم هذا الكلام صحيح أو غير صحيح واقعي علمي غير علمي مش مهم المهم إن هذا الكلام موجود في الذاكرة الإنسانية يعني الإنسان الأول فكر كاكا إذن وقت الإنسان يسمع لكلام هذا يحس براحة نفسية واطمأنان في الداخل بتاعه لكن مع الأسف الأجيان والإديولوجيات سوى الشيوعية سوى الليبرالية ولا غيرها لكلها أخذت هذا الفكر وأقلمته على حسب مصالحها الشخصية يعني أنا النجم بهذا الفكر نخلق دين نخلق ديولوجية ما نظهروش هو نسكت عليه كما سكت والأخرين ونجي نعمل دين أو ما يسمى مذهب أو ساكت بالطريقة هذه ما غير ما يفطن حتى إنسان وهذا أنا جربته واختخرجت من الإسلام في فترة معينة تقريبا ثلاثة أو أربعة سنوات أني حاولت بش نحكي مع الناس مع أنت وانا أعلم بهذا الفكر ونحاول بش نكدلهم إديولوجية وشفت الأشخاص يوليوا مؤمنين بهذا الفكر ولكن أنا في الأخير رفض لأنه قلت في الحقيقة يجب أن هذا المخزون التاريخي اللاشعوري اللي موجود فينا وفي كل واحد فينا لازم يعرفوه الناس الكل ما يعرفوش جماعة فقط على خطر عليه تبنى الدكتاتوريات والمذاهب الدينية والأديان والإديولوجيات التي تريد أن تتحكم في الإنسان أنا ضد أي فكر سيطرة إنسان على إنسان وضد أي احتكار للمعلومة وضد أي شيء ما يمنع الإنسان من العيش بحرية في هذه الحياة وأن يكون له الحرية أن يختار طريق التفكير بعلم بكل الجوانب اللي موجودة هذاك علاش أنا قررت بش نقول شنوه اللي كونت منه الإديولوجية متاعي شنوه المصدر متاعه المصدر متاعه هو فكر موروث موجود في الأساطير موجود في الأمبلة الشعبية موجود عند بعض الأشخاص لازم تتنقيه وتشوفه وهو الذاكرة الإنسانية هذاك علاش نلقاه الإنسان متمسك ياسر بالمعتقد لأن أشياء موجودة ومغروسة فيه ومتوارثها جينيا وحتى في الأقل متاعه وفي اللاشعور متاعه إذن هذاش حبيتم نقول هوني ننتقله للمرحلة اللي بعد قبل ما نخدمه طبعا هذه الفيديو وهو نحاوله بش نحكيه حول قصة الإنسان اللي طولت عليكم فيها ولكن لازمني نعمل هذه المقدمة بش تفهموا كيفاش إن هالمسائل تتعاود نفسها يعني ظهور الإنسان في إفريقيا بالنسبة للمخزون الفكري الإنساني ليس صدفة لأن إفريقيا هي الصخرة أو الأرض الوحيدة التي لم تتحرك عندما تفرقت ما يسمى بالقارات فكانت هي المصدر وهنا بش نحكيه على القصة بش نحاول نطرحها بطريقة سهلة بش تنجموا مع أنت تستوعبوها وتخرجوا منها العبر اللي تنجمت فيتكم لبناء المعتقد الخاص بكم انتوما كل واحد يبني المعتقد متاعه على حسب درجة وعيه على حسب تكتيره على حسب إحساسه ومعرفته تقول القصة أن عندما ظهر الحيوان فوق الأرض كل حيوان طور وسيلة للبقاء والذي لم يطور وسيلة أو لم يحالفه الحب لذلك انقرب لأن الطبيعة عندها قوانين صارمة في هذه الأمور فهناك بعض من الحيوانات فضلت البقاء في الماء لأن رأة الماء هو أكثر مكان مناسب لها لحماية وجودها وهناك حيوانات قررت أن تطير في الهواء وهنا نرجع لعنصر الماء وعنصر الهواء وهناك حيوانات قررت أنها تطلع الأرض هذه الحيوانات التي خرجت الأرض هناك من اختارت تحت الطراب وهناك من اختارت فوق الأشجار وهناك من اختارت فوق الأرض ومن اختارت أن تعيش فوق الأرض هناك من طورت المخالف هناك من طورت الأنياب هناك من طورت الجسم متاحها بجعلته ضخم بجتنجم تافع على روحها هناك من لها قرون هناك من جثتها صغيرة لكي تختفي وهناك من كونت ما يسمى بالسم من أجل تحمي روحها فكل حيوان أظهر حاجة تحافظ على وجوده والذي جاب وسيلة غير مناسبة للمجموع سوف ينقرض بطبع الإنسان كان ضمن الحيوان لكن ما كانش كيمة الحيوانات الأخرى فهو ليس له التركيبة الجسدية لكي يطور جسمه أو يطور مثلا النظر متاعه أو الشم متاعه أو المخالب متاعه أو أي شيء آخر في الجسم متاعه لأنه يملك سلاح آخر اللي اسمه سلاح العقل ولكن الإنسان الأول لم يكن واعي أن له سلاح العقل ولم يكن يعلم بذلك فكان يتعرض الإبادة وليس أمامه إلا الهروب والاختباء فهو دائما هارب من بلاسة للبلاسة الخوف قاتله ومينجم يحافظ على وجوده إلا بالغدر والتعدي خاصة على ما هو أقل منه أو مثله يعني في الأول الإنسان عرف أكل لحم البشر خاطر كان يهجم على البشر اللي كيفه لأنه يعرف نقطة الضعف متاعه ويعرف نقطة القوة متاعه وعنده فرصة أكثر لكي يضمن البقاء متاعه إذن هوني الإنسان في الأول كان في الظاهر هو حيوان ولكن عنده خصوصية اللي ما عندهاش الحيوانات الأخرى في الأول كان نهار كله هو يتخبى في المغارات يطلع فوق الأشجار ساعة يرقد باش ما يهجموش عليه رغم ذاك يعني يطلع بعض الأسود وبعض النمور تطلع الأشجار وتاكله إذن النجم يقوله اللي الإنسان مر بفترة ما عندها ما ننجمش نصفها من الرعب ومن الخوف خلق في داخله الخوف والحقرة والإهانة والذل والضعف اللي إلى الآن الإنسان ما زال يعني منها لهذا الإنسان أصبح أكثر شراسة في الانتقام وهنا بدأت تتكون الغرائز الإنسانية وهذه الغرائز الإنسانية تكونت نتيجة الظلم اللي يتعرض له الإنسان على مئات الألاف من السنين وخاصة في الأول لم يكن له وسيلة حتى للكلام ما عندوش يعني يحس في حاجات في داخله يحس اللي فما حاجة مش طبيعية يحس اللي هو مش كيمة الحيوانات ولكن ما نجمش يتكلم ما نجمش يعبر كل واحد يحس وما يعرش لهذا الإنسان طور ما يسمى بالانتقام والنجم يقوله أحنا مش الذكاء وإنما الدهاء من أجل الحفاظ على وجوده وعند أي واحد يغزر له من البرة يظن أنه مثله مثل الحيوانات ولكن في الحقيقة هو ليس حيوان والإنسان الأول الذي ظهر في إفريقيا هو الإنسان الأسود إذن أذكر لكم القصة التي قصت علي كما هي وأقوم بتعليق أخير وأختم هذه الفيديو وأترك لكم التذكير فيما جاء في هذه الفيديو وتعليقاتكم بالطبع هذا الشيخ أو هذا القطب أو هذا الغنوسي أو هذا الصوفي أو هذا الرجل الكبير عندما أحكي لي قصة ظهور الإنسان إبدالي أنه في الأول ظهر ما يسمى بالجنس الأسود في إفريقيا وهذا الجنس لم يكن إنسان بأتم معنى الكلمة بل كان متوحشا مثله مثل الحيوانات ولكن هذا الإنسان الأسود الأول حدث فيه انفصالات وتفرعات في إفريقيا نفسها هو يحكي لي داخل إفريقيا فظهرت عدة أنواع من الأجناس منها أجناس تميل للسواد ومنها أجناس تميل للبيض وهنا هو يعود للفكرة الغنوسية أن الإنسان الأول الذي نطلق عليه الإنسان الأسود الحيواني هو عبارة على العدم لم يكن يطلق عليه إنسان هذا أظهر نوعين من الإنسان الإنسان الذي يميل للسواد وإنسان يميل للبيض ما نسميه الواحد السلبي والواحد الإيجابي فالواحد السلبي هو الذي يميل للسواد والواحد الإيجابي هو الذي يميل للبيض المشكلة أن الإنسان الذي يميل للسواد اختار طريق الحيوانية فأصبح شرير بأقصى شيء ممكن وطور جسم متاعه وأصبح له قوة جسدية جعلته يسيطر على كل تقريبا إفريقيا هو لم يحكي لي أنه خرج من إفريقيا وإنما قال لي بقى في إفريقيا ولكن تكونت لديه ما يسمى بالشر المطلق وخاصة الهجوم على كل من هو أقل سواد منه وهذه المسألة لاحظتها أنا عندما زرت بعض الدول الإفريقية يعني وتعجبت في الحقيقة أن كنت أتصور أن في إفريقيا العنصرية تكون ضد من يكون أكثر سواد ولكن في بعض المناطق في إفريقيا وفي كثير من المناطق في إفريقيا السوداء العنصرية هي ضد من هو يميل للبياض مثل في أوروبا العنصرية لمن هو أقل بياض يعني العكس وهذا مع أنتها الحقيقة صدمني أن نشوف مع أنتها الإنسان يكون أكثر سواد يكون كما نقوله وحنا في دولنا في شمال إفريقيا شريث وأصيل وولد أصل عندما بدأ يظهر هؤلاء النوعين الذي يميل للسواد ويميل للبياض وقعت سراعات من بينهم ولأن الأسود كان أكثر قوة جسدية كاد يفني الإنسان الأكثر بياض فاضطر الإنسان الأكثر بياض من الهروب من المناطق التي فيها الإنسان الأكثر سواد هذا من جهة من جهة أخرى إنه لأنه لا يملك القوة الجسدية طور أكثر ما يسمى بالقوة الفكرية والحيل للتخلص من سيطرة وظلم وتعدي ما يسمى الجنس الأكثر سواد وفي تلك الفترة تم ما يسمى باكتشاف النار واستعمال النار من طرف الجنس الأكثر بياض لإبعاد الجنس الأكثر سواد الجنس الأكثر سواد كان يخاف من النار ولا يريد أن يستعمل النار فالجنس الأكثر بياض استعمل النار لكي يحمي بها نفسه من هذا الذي يعتبره الشرير ومن هنا أصبحت هناك علاقة بين ما يسمى بالإنسان الأبيض والنار التي يمكن أن نقول حمتها من الإبادة من طرف ما يسمى الإنسان الأكثر سواد ولكن الإنسان الأكثر بياض لم يتوقف عن الهجرة إلا في إفريقيا بل تجاوز وصاعد نحو شمال إفريقيا وكان الانتقال امتعه نحو مصر ونحو ما يسمى بالصحراء الكبرى التي لم تكن صحراء وكانت صالحة للعيش يقول الشيخ أن الجنس الأكثر بياض الذي اتجه نحو مصر لم يتوقف منه الكثير في مصر بل واصل السير امتعه والهروب إلى آسيا واستقر نواحي بحر قزوين ومن هناك تكون ما يسمى الجنس الأبيض الخالص الذي من بعد يسميه الجنس الآري ومن هناك عمر شمال الهند والفرس وعمر أوروبا وواصلوا العيش متاحهم طبعا حاملين المعتقادات وخوفهم من الجنس الأسود أما الطرف الآخر من الجنس الأبيض الذي ذهب نحو الصحراء الكبرى التي كانت صالحة للعيش في ذلك الوقت فإنهم كونوا حضارة هناك وأصبحت تلك المنطقة على حسب معتقدات هذا الشيخ هي الجنة المفقودة هناك حسب ما يحكي هو كانت هناك حضارة غديكة كلامية كبيرة في الصحراء وننصحكم بيش تعرفوا قوة هذه الحضارة أن تقرأوا الكاتب يطلق عليها فيلسوف الصحراء اسمه إبراهيم الكوني لأن تلك المنطقة اللي هي منطقة الطوارق الآن يعني عندها ثراء فكري لا يمكن أن تتصورها حتى الكتابة التيفيناق اللي هي مع أنت أتوى تعتبر كتابة الأمازيغ جاية من منطقة الطوارق ومتاع المنطقة هذه فمتاع قلب إفريقيا يعني كيتحبوا نحكيه على أصل الأمازيغ الأمازيغ الأصلة متاعهم هي الصحراء الكبرى اللي توا اسمها الصحراء الكبرى صحيح بعد الجفاب فما اللي انتقل نحو الشمال ولكن قيام حضارة فمكلامية كبيرة في تلك المنطقة والآن كل الأدلة خاصة مع اكتشاف المومياء اللي أقدم من المومياء المصرية بألف سنة يدل على أن هناك حضارة وقعت في الصحراء الكبرى ولكن مع الأسف لم تترك أطار إلا الآن دينا نكتشفه في بعض الأشياء مثل الكتابة على الصخر المتاع التيفيناق ومثل المومياء وغيرها من الكهوف التي تم اكتشافها والتي تعود إلى غابر التاريخ يقول هذا الشيخ أن فكرة آدم وحوى والشيطان هي فكرة تخلقت في تلك المنطقة طبعا لأنه هو من شمال أفريقيا أكيد يربط لحكاية ما نعرفوها صحيحة ولا مش صحيحة المهم هو يقول أن الشيطان هو إنسان أسود كان عبد للملكة التي كانت تحكم تلك الجنة والتي كان يطلق عليها إفري واللي منها من بعد الرومان واليونان أطلقوا على إفريقيا جاء من كلمة إفري والتي هي تعتبر في المعتقدات الأمازيغية هي آلهة إفريقيا وهي آلهة الحرب وموجودة على قطع نقدية أمازيغية قديمة لهذه الآلهة هذه الآلهة لكي تحمي نفسها من القبائل أو ما يسمى الشعوب السوداء التي تتعرض لها وتريد أن تهجم عليها عينت قائد جيش متاحة عبد أسود أخذته أسير ورباته وقربته لها وجعلته هو المسؤول على حماية هذه الجنة أو هذه المملكة والدفاع عليها ولكن إفري قبل أن تموت أرادت أن تعين من يخلفها من بعدها فظن هذا العبد الأسود أنه سوف يكون هو الخليفة على هذه الجنة ولكن في الأخير علم أنها عينت امرأة ورجل يحكمون المملكة وليس واحد فقط لأن هذه المملكة وصلت من الحضارة ومن التطور ومن التحضر اللي متنجموش تتصوروه على حسب المعتقدات فاعتبرت أنه يجب أن يحكم المملكة امرأة ورجل مع بعضهم فلم يقبل هذا الشيطان أو هذا العبد الأسود هذه الفكرة وسمح للقبائل أو السود الأفارقة أن يدمرون هذه المملكة وبالفعل تم القضاء على هذه المملكة وهرب من يسكن في هذه المملكة بما يحملون من حضارة كلامية ومنها كتابة التفيناء نحو شمال إفريقيا ومن هناك إلى أوروبا وذهبوا نحو مصر ونحو الشرق الأوسط ولكن الأغلبية منهم استقروا في شمال إفريقيا الذي نطلق عليهم اليوم الأمازيغ إذن الجنة المفقودة على حسب المعتقد متاعه كانت موجودة في قلب الصحراء قبل التصحر ولكن تم تدميرها قبل التصحر هذه الفكرة متاعه هو على حسب التقريب طبعا نحن 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 فيها صحيحة ولا غالطة المهم اللي حبيتنا نقوله من هذه القصة أن فكرة الشيطان هو إنسان أسود الجنة هي مملكة كلامية التي تعلم فيها الإنسان العاقل الأسماء كلها ويمكن حتى أنهم بدأوا في إظهار الكتابة عن طريق اللوغوس يعني ما يسمى بالعلامة أو الإيقونة التي تدل على بداية الكتابة وكانت تحكمها ملكة التي هي الرب إفري والتي أرادت أن تجعل خليفة على هذه الأرض التي تحكمها فعينت ما يطلق عليهم آدم وحوى أو ما يسمى بالإنسان الكامل يعني الإمرأة والرجل ولو ننظر إلى هذه القصة التي حكاها لي هذا الشيخ نجد إنها تقترب قليلا من الفكرة الموجودة في الأديان السماوية حاول إن الله أراد أن يجعل خليفة في الأرض وإن أرسل من يأتي بالشيطان الذي كان يحارب ضد الحروب التي كانت موجودة في الأرض الذي مقصود بها إفريقيا حيث كان الجنس الأسود مسيطر عليها ويتعدى على كل إنسان ويأكله وقربه منه وهذا الشيطان ضمن إنه سوف يكون هو الخليفة وفي الأخير هذا الرب اختار آدم وحوى أن يكون خليفة إذن القصة نوعا ما متقاربة في الفكرة ولكن أحنا هذه نعتبرها مجرد أسطورة غير حبيت نذكرها لكم ثم عندما تم تدمير هذه المملكة من طرف السود اللي هما يعتبروا الشياطين توزعوا في العالم ونقلوا الحضارة متاحهم إلى الشرق الأوسط وبتعدوا على إفريقيا لأنهم لم يريدوا أن يبنيوا حضارة يدمرها الجنس الأسود على حسب المعتقدة متاحهم ولكن طبعا قامت الحضارة المصرية واستعبدت السود ومنذ ذلك الوقت كل الحضارات استعبدت السود لكي لا تكون لهم شوكة ولا قوة إذن هذه هي القصة أحنا شعلينا هي صحيحة ولا مش صحيحة غير حبيت نذكرها لكم بيش تاخدوا فكرة ونرجعوا في الفيديو القادم نحكيه على المعتقدات الفيديية ونتكلمه أيضا عن الفكر الغنوسي وكيف ظهر الكلام وما هي الأسباب التي دعت الإنسان أن يتكلم وما هي الفلسفة من وراء كلام الإنسان ومن بعد نواصلوا في الأديان شكرا على المتابعة وأرجو أن ما نكونش طولت عليكم ياسر ومعه فيديو قادم وبسلامة وما تنساوش بيش توزعوا الفيديو كان تشوفوه مهم كان تشوفوه مش مهم مش لازم ما توزعوهش وبسلامة اشتركوا في القناة